سنكون الهد دعائي مع عوفا ولائي هويتي كربلائي لحسي الانتمائي مجنون بهويتي والعاقل يهوجنوني صار القف قضيتي ما تنكر حلم عيوني بالمجلس منيتي خادمهم ويعرفوني أبجي من الدواهي يوم أحسين البجر ما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أبدأ معكم بهذه الآيات أحبتي الشعر والعزاء يأتينا في خلال المحاضرة وبعدها الآن لاحظوا توجه في سورة القصص لما نقرأ تقرؤون الآيات هذه المباركة وهذه الآيات تعطينا جوا خاصا للمعرفة عندما نتأملها جيدا نتأملها ونلاحظها ولعلكم تحفظونها بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض تأمل التعبير جيدا حتى تعرف حكمة الله وعظمة الله ورحمة الله وأنها لا تنقطع عن العباد وأن ما يجري في الكون من ظلم وجور وطغيان له ساعة محددة ومعينة وينتهي الله ما خلق الكرة الأرضية لتبقى تتقلب بالدماء وهدك الأعراض والسجون والمعتقلات والتعذيب والإجرام لا 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 الله أرحم وأكبر وأعظم من ذلك الله يبين لك أن الأرض مصيرها ونهايتها في أهل البيت هم يحكمون العالم وفي أول ليلة إذا تتذكرون قرأت لكم هذه الآية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلة أو نهارا أهلها من أهلها تصورها تتحدث عن يوم القيامة إذا وقع يوم القيامة الأرض بيد أهل البيت هم الحكام أهل البيت يقولون حكومتنا آخر حكومة ودولتنا آخر الدول وتمتد دولتهم ملايين السنين لمن له قلبي أن يفهم هذا الكلام راجعوا الكافي أصول الكافي قرأوها جيدا ولاحظوا أهل البيت ماذا يقولون ما علينا بالكلام السطحي الإمام الحج يحكم سبع سنوات وبعدها يقتل هذا كلام سطحي ما في معنى أبدا الملائكة والأنبياء والعالم والدنيا وأهل البيت والزهراء ينتظرون الإمام صاحب العصري والزمان فيطلع سبع سنوات وينتهي هو نوح حكم ثلاثة هلاف وخمسمائة سنة نوح بالعراق كان بالكوفة الإمام سلام الله عليه سبع سنوات شوف هذا التفكير السطحي الساذج اللي ما في معنى لا فكر إذا وقع يوم القيامة إذا وقعت القيامة الأرض بيد أهل البيت فلا يمكن أن الله يتحدث عن يوم القيامة ويقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ذاك اليوم أهل الأرض هم أهل البيت فهذه الآية تتحدث عن ظهور الإمام سلام الله عليه يطلع صاحب العصري والزمان والأرض أخذت زخرفها وظن أهلها أهل الأرض اللي يجتمعون في العالم اليوم وكل واحد يقول أنا وأنا وهم أخذين الأرض بكل أبعادها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أين الأساطيل وأين الغواصات هو موسى سلام الله عليه كيف ظهر وكيف حارب فرعون أحد كان يتصور أن موسى يحارب فرعون بسلاح فرعون ما نفكر فيه أبدا فرعون نفكر بالسهام والرماح والسيوف فإذا موسى طلعه ويغلب موسى وإذا موسى يحارب فرعون بالبحر يضربه بالبحر عجيب وبعصاه أي العصى التي بيده تتحول إلى ثعبان يكلم موسى يقول له يا موسى تأذن لي أن أبتلع فرعون وأبتلع قصر فرعون فقوة ما حد نفكر فيها لذلك الإمام صاحب الأمر لما يظهر صاحب الزمان قوته إلى الآن ما حد يعرفها هذه من الغيبيات من الأشياء المغيبة عنا لأن عقولنا ما تتحملها لذلك لما يخرج بأبي أم يضع يده على رؤوس العباد تكتمل عقولهم حتى نفهم الحضارة والعلم والحكومة اللي راح يظهر فيها الإمام صاحب العصر والسلام نحتاج لمسة من يده المباركة على رؤوسنا وتبقى القلوب ينشر راية جده رسول الله بين الركن والمقام صلى الله عليه وآله وسلم فتتحول قلوب المؤمنين إلى مثل زبر الحديد سبحان الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه هذا كله بالمستقبل فلذلك يجب أن تتفكر يا نور عيوني لاحظ المستقبل انظر إليه المستقبل لنا المستقبل عند إمامنا صاحب العصر والزمان عند أهل البيت في رجوع الإمام أمير المؤمنين علي بن إبي طالب للحياة والتي تصور الإمام علي خلاص ينتظر عبد الرحمن بالملجم ويضرب على رأسه ويقتله وينتهي هذا صاحب العلم الواسع الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن طرق السماوات هذا الشكل يقتل ويروح أو أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها عمرها 18 سنة تقتل بين الحائط والباب نبكي عليها لكن لفاطمة دور عظيم الله خالقه ينتظرها ذلك الدور أحبتي وراح تشاهدون إن شاء الله حتى إذا مات الإنسان يرجع أقول تشاهدون من هالناحية حتى لا يتهموني يقولون المهاجر يوقت نحن الآن وقت فإما إحنا موجودين إن شاء الله تعالى وإذا رحنا فالإمام يردنا ورب العالمين يردنا كما في دعاء العهد فلاحظوا هذه الآيات التي أقرأها عليكم تعطينا جو لموضوع هذه الليلة الآيات الكريمة في سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي والصالحون ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض هذا ضمان من الله وعد من الله الذي لا يخلف وعده ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بعد ونمكن لهم في الأرض مو فقط في الأرض لا يتمكنون من قيادة العالم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الآن هو يقصد نفس فرعون ولا كل فرعون موجود في الأرض الآن الآن في كل مكان فرعون ورئيس حكومته هامان وجنودهما جنود موجودة الفرعون وجنود موجودة الهامان أكثر الدول فيها جيشان أو أكثر جيش لفرعون الطاغية وجيش لهامان اللي يحكم ويشكل حكومة تقوم الحكومة على الظلم والطغيان وهدك الحقوق ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون منهم ما كانوا يحذرون الآن هذه القضية طرحت عليكم لكن لاحظ رب العالمين مشروع الله كيف يمشي هذا المشروع خلي فكرك على الموضوع لا تروح للدنيا ما لك شغل لا تفكر بأحد من الحكام في الأرض فكر بما يقول الله فكر بالقضية الكبرى التي تنتظرك فما الذي جرى لاحظ المشروع كيف قال وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه الآن فرعون يذبح الأطفال يذبح الولدان تجي بنت يتركها صبي يذبحها الشرطة يقفون على كل حامل في حالة المخاض القابلة تشتغل في قصر فرعون بالمخابرات فإذا ولد حملت الولد أعطتهم يا ذبحوا الآن وين شوف الإرادة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم والله غالب على أمره فأم موسى وضعت موسى صارت ترتجف هذا ولد صبي وحل جميل القابلة رأته أحبته لأن موسى كلما يراه أحد كان يحبه الله يقول وألقيت عليك محبة مني كل اللي يشوف موسى يحبه فالقابلة أحبته قالت لأمه أختاه لا تخافي لا تخافي أنا رح أطلع عند الشرطة وأقول لهم ما كان حمل كان حمل وهمي قالت أخاف يبكي القابلة قالت هذه أمور تعود إلى الآلهة لأنها ما تؤمن بالله بس سبحان الله موسى ما صار يبكي وأمه ماسكته ترجف خاف يبكي ويسمعه الشرطة شوف القصة وين شوف حكم رب العالمين إرادة الله وين تتحكم وتصير وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم اليم البحر يعني أم خايفة على ابنها يقول لها ذبي بالبحر تخافين عليه ارمي بالبحر شوف الحكمة يا أخي لاحو وضعته في صندوق ووقفت عند البحر ورمته في البحر أخذته الأمواج الأمواج أخذته وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين شوفوا الوعد لأم موسى أو حالها رب العالمين هذا الوحي نزل عليه لا تخافي عليه هذا نبي مرسل عند قضية عند مشروع ما قيمة فرعون وما قيمة الحكام الظلمة يا أم موسى انتبهي الكون له خالق عظيم عادل حكيم رحيم يعطي مجال للحاكم الظالم يعطي مجال للفراعنة لكن سوف يأخذهم أخذ عزيز المقتدر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا حَذَا أَوْلَا أَجْبَنْ خَلْقِ اللَّهَ أَفْئِدَتُهُمْ هَوَا آخر أيامهم ما لهم قيمة تافهين هذول يكانوا يرعدون ويزبدون لأن وراهم ناس الدافع عنهم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني أن أرادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إذن رمته في البحر أخذته الأمواج رب العالمين أمر وأن راح الصندوق أقبل إلى قصر فرعون فرعون جالس وآسيا بنت مزاحم زوجته هاي الطاهرة الطيبة اللي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين كانت جالسة قالت أرى شيئا تضربه الأمواج رجال انطلقوا عند رجال أشداء للبحر ذبوا نفسهم جاءوا بصندوق طرحوه بين يدي آسيا وفرعون فتحوه وإذا صبي حلو جميل فرعون قال هذا من بني إسرائيل هو راح يقتلني اذبحوا بسرعة وإذا السكاكيين والجلادين هجموا على موسى الطفل اللي عمره ساعات يوم واحد شوفوا القصة وين لاحظ إرادة رب العالمين وقالت امرأة فرعون لاحظوا التعبير فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الخطة مالتهم فاشلة ما في واحد يقف أمام إرادة الله سبحانه وتعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تقول للزوجة قالها قرة عين لك وليس لي أنا ما أطمئن إله قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون شوف بحكمة الله صارت النساء الدنيا انقلبت على قصر فرعون أنه عند طفل صغير يريد يرضع وما يقبل الرضاعة ويبكي كل وحدة يجت لأنذاب حين ابنها فبنات شابات حليب ثداياهم بصدورهم موجود يجون موسى ما يقبل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به كانت تطلع بالشارع أصيح هذا ابني لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته هي نفسها حكت مع بنتها أخت موسى كان عمرها ذاك اليوم وخمسة عشر سنة وقالت لأخته يقصي روحي وراء أخوك يشوفي وين يمكن هو اللي موجود بقصر فرعون فإجت أخت موسى هاي اللي موجودة الآن تلاحوا هاي الأخت تبه للأخت إذا عندك أخت دير بالك عليها لا تكسر خاطرها وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون دخلت بالقصر عينة شافت هذا أخوها شو وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت أخته قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون اي وين راحت جابت أمه قالت له بسر أخويا موجود هناك اجت أم موسى وشافت بمجرد أنه وضعته على صدرها أخذه حليبها وهدأ وترك البكاء فرعون قال هاي المرأة من بني إسرائيل قالوا نعم قال إذن هو هذا اللي راح يقتلني فقامت آسية تدافع عنه قالت له خليه على صدرك يا فرعون هذا ابنك ابنك هذا فرعون وضعه على صدره لحية فرعون كانت منظومة باللؤلؤ لؤلؤ رطب غالي جدا وجواهر ودرر ثمينة يعني سعر لحية فرعون يمكن عشر ملايين دولار الآن فيقوم موسى سلام الله عليه أخذ لحية فرعون سحبها قطع من طفولته هو قوي قطع كمية من الشعر ما لحية فرعون فرعون قام يصرخ قال لها الآسية هذا أنا كما قلت لك هذا راح يقتلني قالت له ما يعرف شيء طفول صغير امتحنا قالها لا لازم أذبح قام يصرخ وأمه موجودة قالت اجعل بين يديه تمرا وجمرا وانظر إليه هذه آسية عاقلة قالت لفرعون اجعل بين يديه تمرا وجمرا وانظر إليه إذا مد يديه على التمر يعني يعرف اذبحه وإذا مد يديه على الجمر فهو لا يعرف شوف هذا من إيمانها بالله بالفعل جاءوا بطبق فيه تمر وجمر خلوه أمام موسى فموسى مدي دير يديه يروح على التمر جبرائيل خلها على الجمر قاله روح لهنا خلصنا مسك الجمر وقام يصرخ من العلم قالت له أرأيت يا فرعون طفل هذا بريء ما يعرف شيء قال زين يلا خلص إذن دعوه في القصر وصار يحكي يا أمي كوني أنت معنا وأخذي عندك بالبيت ورجعي هذا ابننا وولدنا انتهى الأمر شوفوا المسألة هذه القصة أحبتي لاحظوا يقول فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وين القصة تنتهي بهذه الخلاصة ولتعلم أن وعد الله وعد الله حق وعد الله حق أن النصر أن النصر لآل محمد أن النصر للإمام صاحب العصر والزمان أن النصر للإمام صاحب العصر والزمان اثنى اثنى عشر اثنى عشر إمام عندك كل نبي له اثنى عشر نقيبا كانوا قباء بني إسرائيل أولادي عقوب اثنى عشر عددهم إذا لاحظتم أني رأيت أحد عشر كوكبا وهو صار اثنى عشر والرسول كذلك يقول الخلفاء من بعد إثنى عشر خليفة ووضح الأمر كاملا الآن أدخل معكم بشيء من التوضيح لهذه القلوب الطيبة اللي أمامي أحبابي واللي يسمعون ويتابعون أنا عندما أنظر إلى نفسي كإنسان أنظر إلى وجودي مثال هذا إلك وإلي ولي كل إنسان أجد أن فيه جهتين تكون الإنسان هناك جهتين أو أن هناك جهتين جهة خارجة جهة خاضعة للزمان والمكان وهي البدن والجوارح والحواس خاضعة للزمان والمكان وجهة فيه جهة ثانية خارجة عن الزمان والمكان وهي العقل والقلب والروح والفطرة والنفس والله سبحانه وتعالى يريكم هذا الشيء في صور متعددة في كل يوم يبين لك أنك أنت ابن عدم لست هذا الهندام والجسم والجسد لا أنت أكبر من هذا إذا استمريت إذا استمرت فقط أنت تأكل وتشرب وتنام وتضاجع يعني ما الفرق بين الإنسان وبين الحيوان كل الحيوانات بالغابات تأكل وتشرب وتنام وتضاجع عندك عقل وعند قلب وعند قضية مقدسة لازم تحملها معاك هذه وين في الجهة الخارجة على الزمان والمكان تلاحظها حتى لما تنام أحياناً تنام في المنام ترى نفسك مسافراً شهرين سنتين وترجع إلى أهلك وأنت محمل بالهدايا لكن لما تستيقظ من النوم تجد نفسك صار لك ثلاثين دقيقة أو خمس دقائق أو ساعة أنت بالمنام رأيت نفسك مسافر سنة أو سنتين فمن الذي يسافر في نومك بدنك أم أن هناك جهة ثانية ما لها علاقة بالزمان والمكان لأن تشبت نفسك مسافر سنة فتحت عينك وإذا ساع علي يعني هناك جهة الروح وجهة القلب وجهة الضمير وجهة الوجدان هذه كلها دراثات أحبت وجهة العقل وجهة النفس كلها لاحظ فأنا ألاحظ هذا الجانب هذا الجانب في مدرسة أهل البيت يقدمون غذاء له شوف الغذاء شنو يفهمك أولا القرآن يفهمك يقول لك يا ابن آدم اسمع يا نور العيون خليك واعي لا تقول أنك أنت إنسان ما إلى قيمة أو إنسان محدود لا أنت عندك قضية كبرى أنت متصل بالسماوات السبع والأرضين السبع الله سبحانه وتعالى سخر لك ما في الكون كله خدمتك شوف آيات التسخير في القرآن لما تقرأ أحيانا بعض الأدعية تجد هذا الأمر واضح وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ هذه الآية عجيبة دائماً أذكرها للشباب في سورة الجاثية أظن رقمها 13 أقرأوها وتأملوها هذه الليلة وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إن في ذلك الآيات لقومية تفكرون واحد يتفكر جميع السماوات والأرض وما فيها مسخر بخدمتك شون هذا المعنى هل هذا مسخر لبدنك يعني بدنك ما يحتاج ما في السماوات وما في الأرض بدنك محدود يا حبيبي بدنك محدود هذا اللباس يعني الثياب محدودة الطعام محدود تمام ولا متمام المنام محدود تنام كم ساعة تشبع لهم تأكل طبق طعام طبقين تشبع لكن عندك جانب ثاني ما يشبع تأخذ كتاب تقرأه ما تشبع تقرأ كتاب ثاني تقرأ كتاب ثالث تسمع محاضرة ما تشبع تروح تسمع محاضرة ثانية تتأمل فيها إذن بدنك محدود وكل حاجات البدن مربوطة بالأرض مشدودة للأرض الملابس الثياب من الأرض الطعام والشراب من الأرض صح ولا مو صحيح كل شيء له علاقة في بدنك من الأرض لكن كل شيء له علاقة بعقلك وقلبك وروحك وفطرتك في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء شوف وفرعها في السماء اتقبل ابنك ما يشبع اعطيه صحن طعام يشبع لكن قبل قبلة يريد قبلة ثانية من عندك لأن الطعام اللي بدنه لكن القبلة لروحه والروح ما تشبع لأن ما لها حدود هذا صحيح طفل أمامك تراه أمامك لكن هذا كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر العالم كله نظام السماوات السبع والأراضون السبع والعرش شوف في مدرسة أهل البيت سدرة المنتهى تسمعون فيها ولا ما تسمعون فيها ما معنى سدرة المنتهى انت جالس الآن مجلس الحسين وحق الحسين اسمع هذه الرواية اللي تأخذها من الكافي ومن وسائل الشيعة هذه الكتب العظمى اللي كلها كنوز كنوز يحتاج أنه إن شاء الله نتوفق الشباب وغيرهم أن هذه الكنوز العلمية تدرس في جامعات العالم كله تدرس في جامعات العالم والله مصيبة حبيبي علي بن أبي طالب ما إلى وجود في جامعات العالم فسأنا ما أريد أجيب أسماء وفرويد وغيرها ما لشغل فيهم بس واحد كاتب عربي اسمه أدوارد سعيد عنده كتاب اسمه الاستشراق هذا بكل جامعات العالم موجود حتى هنا عندكم في السويد بالجامعات ما في جامعة بالعالم لا تدرسه حول الاستشراق يتكلم فيه أنه العرب لماذا تأخروا لماذا تأخر المسلمون وينحوا باللائمة عليهم وما في فكر اسلامي ولا فكر قرآن ولا كل شيء بس يدرس بكل مكان علي بن أبي طالب سلام الله علي أنا ما أريد أقيس بأحد لكن كمثال الشباب يعلمون ماذا أريد أن أقول أين علي أمير المؤمنين سلام الله علي شوف هذا نهج البلاغة هذا الفكر العظيم اللي موجود عند أمير المؤمنين يا ليت شوف في الأمم المتحدة كتاب الإمام علي لمالك الأشتر لما أرسله إلى أهل مصر موجود هذا الكتاب إذا تدخل على الجوجل وتشوف الأمم المتحدة الموقع ما لهم هذا الكتاب هناك موجود يقولون أحسن نظام للإنسان هو كتاب علي بن أبي طالب لمالك الأشتر لما أرسله إلى مصر ويا ليت أهل مصر يطبقون هذا الكتاب لأنه نظام دولة كامل نظام اقتصاد ونظام سياسي ونظام ثقافي ونظام تربوي ونظام عسكري ونظام عالمي لكن ما أحد يشغل فيه ولا أحد يذكره مستحيل لأن الأرض ملئت ظلما وجورا فالكلمة اللي هما يعتزون فيها الأمم المتحدة كلمة الإمام عليه سلام الله عليه لمالك الأشتر يقول له وَأَشْعَرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلْرَعِيَةَ الرَّحْمَةَ يعني الشعب وَاللُطْفَ بِهِمْ وَالْحَنَانَ لَهُمْ يَا مَالِكَ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعًا ظَارِيًا تَخْتَنِمْ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الخَلْقِ هذي ما سكيها وفي حقيقة موضع اعتزاز إِمَّا أَخْ لَكَ فِي الدِّينِ مُسْلِمْ أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الخَلْقِ ليس مسلما لكن أنت مسؤول أمام الله أن تتعامل مع غير المسلمين بالعدل والإحسان يعني ليس المطلوب منك أن تكون محسنا وطيبا مع المسلمين المؤمنين لا تكون محسن مع اليهود مع النصارى مع الملحدين مع كل الأجناس في الأرض مع الكفار كلهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتخصطوا إليهم ما كان الرسول عند جار يهودي يؤذيه في سيرة الرسول وثلاثة عيام الرسول الرأى أن هذا اليهودي لم يضع الشوك وحسك السعدان على باب النبي فقال هذا صاحبنا اليهودي صار لثلاثة يام وين قالوا يا رسول الله مريض قال نذهب لزيارته يا رسول الله هذا يؤذيك قال نذهب نزوره وبنفع الرسول الله أقروها في سيرة النبي ذهب رسول الله لليهودي زاره ودخل عنده فاليهودي قال هذه أخلاق موسى بن عمران هذه أخلاق الأنبياء إذن أنت نبي من الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلي محمد إهاية الأخلاق حبيب وهذا مع القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أنت ترفع السلاح بوجه من يرفع السلاح ضدك أما واحد كافر ما عليك في أنت على عقيدة محترمة عقيدته محترمة نحترم كل الناس لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم اسمع تكون بار معهم شون أنت بار مع أمك وأبيك من البر أن تبروهم وتقصطوا إليهم مو فقط تكون بار لا تكون عادل معهم هذا كافر كافر يعبد صنم يعبد صنم يعبد بقرة يعبد بقرة ما لشغل فيه أنا المطلوب مني أني أحترم بس عقيدته ما إلي علاقة فيه خلص أنا أتبرأ من عقيدته لكن هو كإنسان له حق علي أني أحفظ حقوقه أحفظ حرمة له حرمة أحفظها كإنسان خلص أما هو يعتقد خلص لا أكره في الدين قد تبين الرشد من الغي أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذا الجانب لاحظوه يقول فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق هذا الإمام عليه السلام الله عليه الذي ضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف ووصلت الضربة إلى موضع السجود وهو يوصي أولاده بابن ملجم ألقوا القبض عليه وضعوه في بيت الإمام علي الإمام يقول الله الله في أسيركم لا تغلوا له يداً ولا تقيدوا له رجلاً يوصيهم في بن ملجم أطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون الإمام الحسن قال أبا هذا عدو الله أفجعنا بك قال ابني حسن هذه أخلاقنا لا نزداد على المسيء إلا عفواً ورحمة إذا أنا قمت من ضربتي هذه فالأمر إلي وأنا أعفو عنه وإذا ذهبت إلى الله من ضربتي هذه فاضربوه ضربة بضربة ضربة واحدة ولا يمثل بالرجل لا تمثلون بي وتعذبوه فإني سمعت جدكما رسول الله والخطاب للحسن والحسين فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور هذا الدين حبيبي هذا الإسلام الإمام يبعث الجبات يأتون إليه بالزكاة يوصيهم وصايا مطولة ملخصها يقول للجاب يقول إذا جئت إلى القوم إلى القرية إلى الجماعة فلا تدخل عليهم دخول مسلط عليهم لا أبقى خارج الماء مالهم يعني خارج الآبار وبعث لهم رسول أنه أنا جئت من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأأخذ حقوق الله منكم فهل لله حق عندكم زكاة فإن قالوا لك لا فلا تراجعهم إذا واحد قال لك لا ما عندنا حق ولا صح أطلع عنهم روح لا تقول أنت كذاب ولازم نفحصك لازم ندخل نفتش البيت شايف ولا ما شايف بعدين يقول له إذا دخلت الحلال الغنم أو البقر أو الإبل أضربه نصفين وخيره هو صاحب الحلال خيره أي نصف يريده يريد النصف الزين خليه ثم بعد ذلك إذا أنعم عليك منعم منهم هو حق الله يقول له إذا أنعم عليك منعم منهم وجبت الحلال وجبت الإبل فوصل جبات أصحابك اللي يأخذون الإبل في الطريق ألا يأخذوا لا يأخذوا لا يأخذوا الطريق الأعظم حتى يصلوا بسرعة حتى يصلوا بسرعة إلى الكوف ألا خلي يأخذوا الطرق اللي فيها عشب وماء حتى هالحيوانات البهايم هاي تأكلوا تشربوا وترتع وإذا ركبت على ناقة لا تبقى راكب عليها طول الطريق إنما وفق بينها وبين صويحباتها حتى هي ما تتألم هاي الناقة وإذا حلبت ناقة فلا تمصل شوفوا نهج البلاغة يقول له إذا حلبت الناقة لا تمصل يعني لا تأخذ كل حليب ضرعها فإن ذلك يضر بوليدها عدها فصيل طفل يريد يرتضع لازم تخلي حقه حقه موجود مؤمير المؤمنين ليلة التاسع عشر من شهر رمضان خرج والأوز تصايحنا في وجهه أنا هذه أذكر هذه الحادثة الآن ما إلي وقت أذكرها لكم بس على السريع أقولها لأن ذكرتها لأحد العلماء الأبرار وتأثر بها قبل أكثر من عشرين سنة كان عندي مجلس في ساحل العاج والقصة مصورة كلها موجودة والجاليات العربية كلهم حافظين الشريط وكذا نحن لسنا في محكمة القضية كما هي فصارت معجزة أحنا كنا نقرأ صارت معجزة والمعجزة أيضاً اللي يريد يشوفها يروح للأشرطة ويشوفها أنا أقرأ هذه الكلمة أنه في جماعة من المهندسين والدكاترة من الجزائر كان يحضرون المجلس كل يلة في شهر رمضان فلما وصلت أنا أن الإمام أمير المؤمن سلام الله عليه خرج فهناك أوز يعني نوع من البط من الطير أهدي للحسن والحسين تصايحنا في وجهه كنت حافظيها فقال الإمام صوائح تتبعها نوائح وصار يوص السيدة زينب بالأوز بهالبط هذا يقول لها ابني لقد حبستي ما ليس له لسان إذا جاء أو عطش الله يشهد أحبتي رأيت ذول الشباب المهندسين الدكاترة من الجزائر يعني واحد منهم قام ووقع من البكاء وإحنا نسمع دائما ما نتأثر فيها لكن هذا يسمع أول مرة يقول أمير المؤمنين يوصي بهذا الطير يوصي بهذا البط بحقوقه فكيف حقوق الإنسان عنده وصار يبكي والعالم كلها تبكي من هذه الحادثة اللي أمير المؤمنين أوصى فيها السيدة زينب سلام الله فإذا هذا الجانب لاحظوه أحبتي موجود عند أهل البيت وموجود في القرآن الكريم أنك أنت ابن آدم الإنسان لست هباء منثورا ولست مخلوق ما إلى قيمة لا التفت ولقد كرمنا بني آدم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه بعد أضرب لك أمثلة هذا إلى الجهة اللي هي خارجة على الزمان والمكان هذه جهة القلب ما يقدر أحد يتحكم بقلبك ولا أحد يتحكم بإرادتك يمكن الطغاة الجلادين تحكمون بجسم الإنسان يعتقلوه يذبوه بالسجن خلص ما أحدهم أكثر من هذا وإذا قتلوه فيسرعون به إلى الجنة لكن يقدر الجلاد الطاغية يدخل في قلبك تحب أنت تحمل لحب هذا الظالم اللي ظلمك وأخرجك من دارك وأبعدك عن وطنك هذا ممكن يتحكم بقلبك القلب منطقة حرة ما يقدر أحد يتحكم فيها ما يستطيع أحد يحمل السلاح والسيف على رأسك يقول اسمع إذا ما تحبني الآن أضرب رأسك بالسيف شنو إذا ما تحبني هو بيدي أنا حتى أحبك أو ما أحبك هذا قلبي يعمل بأمر الله ما إلى علاقة فيه في أجهزة تعمل بأمر الله ما إلى علاقة فيه الآن لسانك ضع فيه قطعة من العسل يبعث برقية للدماغ أنه هذا حلو شي حلو زين ضع قطعة من الملح وقل له يا لسان يا حبيب قلبي أنا راح أخلي قطعة ملح وأنت ابعث برقية العقلي قل له هذا عسل يقول لك أنا مخادم بيت أبوك حتى الشكل أسوي أنت تخلي عسل أبعث عسل تخلي ملح أبعث برقية ما الملح خلص لأن هذه أجهزة ما تعمل بإرادة الإنسان تعمل بإرادة الله ومن بينها قلبك لذلك لازم تحفظ قلبك القلب أمانة عندك شوف هذا عمار بن ياسر يعذبونه عذابا أليما وعذاب شديد لكن قلبه مطمئن قالوا له اذكره بل واكفر برب محمد واكفر بالنبي محمد قتلوا أمه سمية سلام الله عليها وقتلوا ياسر سلام الله عليه وعرادوا قتله فذكر آلهتهم ونال من النبي فبعض المسلمين تعجبوا عمار كيف مر عليها رسول الله قال يا عمار الله يشهد لك بالإيمان من سابع سماء من دنافة دلا يشهد أنك مليء بالإيمان يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني أنت شيئين عندك أكره بدنك لكن قلبك ما أكره لأن ما حد يقدر يفرض إرادته على قلبك إلا إذا أنت منحت إرادتك لأحد خلص إذا منحت إرادتك وأعطيتها ذاك حكم آخر لكنه هكذا أحبتي القلب مطمئن بالإيمان ما حد يقدر على قلبي ولا حد يقدر على إرادتي لا تمنح إرادتك لأحد إنما أعطي إرادتك لرب العالمين أحفظ قلبك أمانة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب شنو؟ سليم مو فقط من الذنوب لا سليم يعني ما تدخل الطغاة والظلم ادخل حبهم بقلبك لأن يصير قلبك مو سليم اجعل قلبك خاص لرسول الله وأهل بيته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أحفظ قلبك يا حبيبي فيعطينا القرآن هذه الصور اللي موجودة يبين لك هذه الجهة التي لا تخضع للزمان والمكان تقرأ آية في أواخر سورة الكهف ما قبل الأخيرة بآية تقرأوها معي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي شوف شوف العظمة أحبابي قل لو كان البحر مدادا مداد يعني حبر قلم تأخذ قلم وتكتب لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هذا إلما أنت إنسان إذا ما عندك هالجهة هذه الخارجة عن الزمان والمكان لماذا الله يقول لك البحر كل ما يكفي مداد لكلمات الله في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله تسمع أو لا تسمع زين الآن أفاجأك كلام بعد هذا المقدم لاحظه بعد أعطيك شيء في دعاء السحر شهر رمضان تتوفق وتقرأ ما الذي تقول لله هذا دعاء السحر مروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه وينقل الإمام أبو الحسن الرضا شوف أنت في أي نعمة الأحاديث الكلام كل عن أئمة معصومين طاهرين مطهرين فماذا تقول في هذا الدعاء دعاء أنت تقرأه من جملته تقول اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله ها وكل جمالك جميل بعد ماذا تقول اللهم إني أسألك بجمالك كله يعني تطلب كل جمال الله إلك إذا أنت محدود شون تطلب هذا الشيء كيف تطلبه يعني صير عبث اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله تريد نور الله كله لك اسمع هذا الدعاء عن معصوم فما يصير تقرأه ولا تدري ما هو اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل لا تنسى الغدير اليوم أكملت لكم دينكم لأنها داخلة بها الفقرة ما للدعاء ولايتك لعلي بن إبي طالب داخل بهذه الفقرة اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله فإذا أنت ما عندك هذه الجهة الخارجة عن الزمان والمكان العظيمة اللي يكون كلما يغذيها ما تقدر تقول هذا الكلام في القرآن الكريم أمثلة سريعة أضربها لكم حلوة جميلة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أنت تتعامل مع الله بشيء تنفقه حبة حبة شايف هذه الحبة نوات شجرة أو حبة قمح هذه الحبة لاحظها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة شوف الحبة اللي تنفقها في سبيل الله وتنفقها في طريق الحق في طريق أمير المؤمنين في طريق الزهراء في طريق الحسن والحسين هاي الحبة ماذا تصنع أقرأوها في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل السنبلة تعطى معنى الحياة بعدين لاحظوا احسب في كل سنبلة مئة حبة كم وحدة صاروا سبعمائة صح ولا مصحية في كل سنبلة مئة حبة بعد ما انتهت القضية والله يضاعف لمن يشاء اللي يضاعف رب العالمين فهو يضاعف على حسابه هو وبعد أكثر والله واسع عليم هاي حبة إذا حبة هكذا تكون في طريق الحق فكيف إذا ضحيت بنفسك إذا هيئت نفسك لأهل البيت إذا هيئت أولادك لأهل البيت إذا أنفقت دينارا واحدا في سبيل حسين طريق الحسين وطريق الزيارة وطريق أهل البيت في الإطعام على فكرة البارحة أنا ذكرت لكم أن زيارة الحسين واجبة فريضة واجبة الإمام الصادق يقول مو أنا أقول بالمناسبة أقول لكم الإمام الصادق يقول هذا الحديث ويردده أكثر من مرة على الرجال والنساء يقول اذهبوا لزيارة الحسين فإن زيارة الحسين فريضة واجبة وهذا في كتاب كامل للزيارات أريد منكم هالليلة ورقة وقلمة كتبون سؤال سؤال كتبوا تعظيم شعائر الحسين كلها اللطم والبكاء والتطبير والشبيه والعزاء والزنجيل والزيارة والمشي والإطعام والمواكب ولبس السواد هذه كلها شعائر الحسين كتبوا سؤال أرجوكم تعظيم شعائر الإمام الحسين لنصرة الحسين أم لخذلان الحسين هذا السؤال تقدرون تكتبوه اللي عنده ورقة وقلمة الآن يكتبه اللي بره يكتبه تعظيم شعائر الحسين عليه السلام هل هي لنصرة الإمام الحسين يعني أنا عندما ألطم على صدري وأدمي صدري هل أنا أنصر الحسين باللطم أم أخذله جاوبوني ما أسمع ننصره صحيح إذن شعائر الحسين لنصرة الحسين وليس لخذلان الحسين شعائر كلها كلها الشعائر فأسألكم بالله نصرة الإمام الحسين واجبة أو مستحبة فيقدر واحد يقولك نصرة الحسين مستحبة هذا السؤال كتبوه وراجع الفقهاء الربانيين علماءنا الأبرار اللي نتشرف بهم وبتراب أقدامهم أسألوهم سيدنا الجليل شيخنا الأعلى هذا السؤال عدنا تعظيم شعائر الحسين لنصرة الحسين أم لخذلان الحسين العالم يقولك لنصرة الحسين قل لمولانا نصرة الحسين واجبة أو مستحبة ما ممكن يقولك مستحبة يقولك واجبة إذن إحنا ما خرجنا عن الطريق الإمام الصادق يقول زيارة جدية الحسين فريضة واجبة ولو في العمر مرة فهي فريضة واجبة أخلاقيا وأدبيا وإنسانيا وشرعا ودينيا وتربويا هذا كل هذا الجانب كلام كثير أحبتي أنا أرى وجوهكم عطشانة أو عطشة أقرأ في عيونكم تطلبون المزيد كأني أنظر إلى كل من يتابعنا إلى كل من يتابعنا الآن يطلبون المزيد وإحنا نلخصها في دقائق في دقائق فقلت لك راح أذكر لك شيء وفاجئك به ما فاجئتك به أنا ما أنسى تفت ولا أريدك تنسى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر الإمام الهادي يقول نحن كلمات الله التي لا تنفد ولا تنتهي سين ولو أن ما في العرض من شجرة أقلام كل أشجار الدنيا خليها بذهنك كلها أقلام تصير والإنس والجن والملائكة كتاب والبحار حبر هذا القب القرآن الله ما يذكر أمثلة على الهواء أحبتي ما فيها معنى حاشة لله يقول ما نفدت كلماته شوفوا الإمام الرضى ماذا يقول يقول ولو أن ما في العرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والملائكة كتاب والجن والإنس الإمام الرضى يقول أراجعوا الكلام في تحف العقول وفي الكافي الإمام الرضى اللي ما يقبل كلام الإمام الرضى ما علي به علي بن موسى الرضى يقول يقول لو اجتمع الإنس والجن والملائكة كتاب وكل أقلام الأشجار تتحول إلى أقلام أرجو أنك تقبل هذا الكلام اسمع اسمع يقول والله ما تمكنوا أن يكتبوا فضيلة واحدة من فضائل علي بن أبي طالب الله مصد على محمد فضائل محمد زي أن تحب أوصل لك الفكرة يشكل بسرعة كلكم تحفظون الفضيلة فضيلة الإمام لما ضرب عمر بن عبدود العامري صح ولا مصحية فماذا قال رسول الله في ضربة علي يوم الخندق قال ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين إلى يوم القيامة هذا صحي ولا مصحية يعني لو كل الملائكة والجن والإنس يكتبونها الفضيلة إلى يوم القيامة ما يستطيعون أن يكتبوها لأن الرسول يقول هي أفضل من كل أعمال الخلق إلى يوم القيامة وهي ضربة واحدة لأمير المؤمن هنيئا لك لما تعرف حق على ابن أبي طالب أما إذا الشيطان أقبله وسوس لك وقال لك يعني على ابن أبي طالب هذه مبالغة هذا يرجع إلى أصله وإلى الطعام الذي يأكله وإلى التربية التي نالها في بيته كلها تؤثر حبيبي وإلى الغيبة وإلى التهم اللي يرميها على الناس فلما يسمع عن علي بن أبي طالب هكذا يقول هذا مبالغة هذا الشيخ المهاجر يبالغ يبالغ الشيخ المهاجر يعني الله ما يبالغ لما يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي والإمام الهادي يقول نحن كلمات الله زين اسمع الجهة الثانية الآن الجهة الثانية لاحظه حتى البحث يكون مترابط هذه الجهة التي لا تخضع لا للزمان ولا للمكان من يقودها فيك تحتاج إلى إمام أو لا تحتاج إلى إمام ولا شون تقودها أنت أنت تقودها وحدك أو تتركها على العلم الحديث العلم الحديث عشرات السنين وآلاف السنين وصل إلى القمر هذه الجهة يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أنت تحتاج إلى إمام يقودك على كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمامي مبين جهة البدن اللي هي خاضعة للزمان والمكان يأتي الجبابرة والطغاة يتحكمون فيك من خلالها لكن أنا ما علي بهذا الجانب أنا علي بالجانب الثقافي التربوي لاحظ الجانب الثقافي التربوي في بدنك غذاء بدنك وغذاء الجهة الثانية غذاء عقلك وروحك غذاء البدن الله جعله من الأشجار التي لا تخطئ في خطأ في الأشجار يعني شجرة برتقال يوم من الأيام تعطيك بذنجان أو شجرة رمان يوم من الأيام تعطيك مثلا عنب أو كذا ما تخطئ ما في غلط بالشجر تعطيك طعام مسموم الشجرة ضرب الله مثلا شوف هذه الشجرة غذاءك لبدنك فلينظر الإنسان إلى طعامه طعام بدنك من أشجار ما فيها غلط ما تخطئ زين هو أيهما أعظم حبيبي بدنك أو روحك فأنت في بدنك تأخذ طعام من مصدر معصوم إذا يصح التعبير مجازا وليس حقيقة من مصدر معصوم تأخذ من الأشجار طعام لبدنك فكيف تسمح لنفسك أن تأخذ غذاء لعقلك من أناس كلهم ذنوب ومعاصي وعغلاط كيف تسمح لنفسك وهو شغلك في روحك وفي عقلك شوف القرآن الكريم عدنا بالفقه الإسلامي أحبتي لاحظ الإسلام ما يقول لك ترك بدنك لا يقول لك حافظ على بدنك أنت في شهر رمضان صائم الآن أن نقول لك هذه المسألة الفقهية أنت صائم في شهر رمضان ممكن واحد يفطر في شهر رمضان متعمدا على ماء إذا شرب ماء قال أنا متعمد راح أشرب ماء إذا ما يدري وشرب ماء صيامه صحيح خلاص يستمر على صيامه لكن إذا متعمد أخذ الماء وشرب فعليه كفارة من كفارات ثلاث ثلاث كفارات عتق رقبه صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكين فيختار واحدة لأنه شرب ماء شهر رمضان متعمدا لكن إذا هو صائم وشرب خمر الكفارة أعوذ بالله الكفارة مضاعفة صير عليه ثلاث كفارات يعتق رقبه يطعم ستين مسكين يصوم شهرين متتابعين ويصوم اليوم يقضيه نفس اليوم هذا لماذا؟ لأنه شرب شيئا فاسدا أضر ببدنه وعقله نفس الشيء إذا أكل طعام جيد وهو صائم وأفطر متعمد أكل لقم الطعام يعطي كفارة واحدة لكن إذا أكل طعام متعف فاسد يضر في بدنه اسألوا الفقهاء يقول لازم يدفع الكفارات الثلاث لأنه ما إلك حق تضر بدنك لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام شوف القصة وين؟ هنا تأتي إذا واحد مثلا تغشى زوجته في شهر رمضان هذا بحث الآن إذا هي وافقت أيضا هي عليها كفارة وهو عليها كفارة واحد إذا أكرهها عليه كفارتان لكن إذا والعياذ بالله عمل الفاحشة مع غير زوجته فيعطي الكفارات الثلاث ويصوم ذلك اليوم كما يقول أبي الحسن الإمام الرضا طيب الطعام الفاسد لأنه يضر بدني الله ضاعف علي الكفارة قال أنا ما أريدك الضر بدنك تهتم لي بدنك فما بالكم بمن يضر عقله وروحه ما بالكم بمن يأخذ كتاب كله انحرافات عن أهل البيت ما بالكم بمن يقرأ هذه الكتب الظالة المظلة ما بالكم بمن يصعد المنبر ويرد الناس القهقرة عن الدين والأخلاق ما بالكم تصور هذا شيء بسيط حبيبي كان الشيخ البهلول الله يرحمه الشيخ البهلول كان صديقي عمر أكثر من مئة سنة عمره فكان يقول لي قال لي يا عبد الحميد أنا عندي مسألة أقولها لك قل قل قال إذا واحد عليه حقوق شرعية وراح للحج قال أنا ما علي أنه هذا يأخذ مبلغ معين يخمس ويروح بالحج هو هو يقول هو رجل فقيه قال أنا ما علي بهذا الكلام لكن هذا عند حقوق شرعية عنده مثلا دينار من حقوق اليتامة والدينار بجيبه وهو يطوف حول البيت وهذا اليتيم من الجوع وقع على الأرض شو بالتصوير ما له يقول هذا يطوف حول البيت ويقول لبيك اللهم لبيك وهذا اليتيم تهاوى وسقط ومات من الجوع وطعامه في جيبه هل هذا مقبول عند الله الله يقول له هذا الدينار الذي في جيبك لهذا اليتيم لماذا سرقت الدينار من اليتيم لماذا سرقت رغيف الخبز من اليتيم وذهبت تطوف الله ما محتاج طوافك الله سبحانه وتعالى يقول لك احفظ الحقوق وتعالوا طوف انتبه للحقوق انتبه إلى حقوق الناس احترم الناس احترم الإسلام احترم أهل البيت عظم شعائر الله عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينه فإذن هذا الجانب أحبتي أنت لست وحدك ولست محدودا وإنما تحمل مشروع كبير وإن شاء الله تكون من أصحاب الإمام أطلب منكم أن تقرؤوا دعاء العهد شباب دعاء العهد قرؤوا الصبح اسمع هذا الدعاء العظيم سلم على إمامك صاحب العصر والزمان وتقول لله اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها حيهم وميتهم في برها وبحرها وجبلها وسهلها من التحيات زنة عرش الله ومداد كلماته أقول لك بعد شيء السلام مستحب لكن الرد السلام واجب تمام فأنت تسلم على الإمام زنة عرش الله ومداد كلماته يعني بقدر قطرات البحار والأشجار يجاوبك أو لا يجاوبك الإمام يجاوبك لأن الرد واجب فيجاوبك بنفس اللحظة بهذه الإمكانية الكبرى اللي موجودة عند الإمام وإذا أردت أن تعرف حقيقتها هو الجانب الثاني اللي طرقناه معاك حتى تعلم أنه الإمام ما محدود بزمان ومكان حبيبي لا تتعجب الإمام أمير المؤمنين يسمعنا الزهراء ترانا الإمام صاحب العصر والزمان يشوفنا خصوصا بهالعصر سامعين بسيري ولا ما سامعين فيها كلكم تتعاملون معها صح ولا مصح الموبايل سيري تتكلموا إياه ولا ما تتكلموا إياه شنو سيري الجهاز موجود في الأقمار الصناعية يسير آلاف الطائرات في لحظة واحدة يسير ملايين السيارات في العالم بكل اللغات هو جهاز جهاز تمشي أنت لا أطلع من هالجهة روح بهالجهة لاك روح كذا وهو جهاز أحبابي جهاز أصم أعمى يتكلم معاك ألف شخص يتصل فيه بنفس اللحظة مئة ألف مليون مئة مليون يتصلون فيه سيري يأخذون حاجاتهم منها وتوجههم وهو جهاز معلق بالأقمار الصناعية فتجي أنت تسأل كيف الإمام يسمعنا كل نحن وكيف يجاو حرام هالشكل تحكي حرام ما يجوز بعد ما شفت أنت بالدنيا ما الذي يصنعون الآن حبيبي بعد ما الموبايل عندك وتشوف ماذا يصنع الموبايل وهذه كلها جهزة الإمام سلام الله عليه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فلابد لك من إمام ألا وإن لكل مؤموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه الإمام علي يقول ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها هذا إمامك علي من أمم يصعد على منبر الكوفة ويبكي الإمام يبكي البكاء البكاء سمى طيبة صفة طيبة للعظماء إذا واحد بكى على المنبر لا تستهين به لأن يبكي على الدين يبكي على منبر الحسين خصوصا إذا تعرض للجهال فيقول أين أخواني الذين مضوا على الطريق أين عمار بن ياسر وأين ذو التيها وأين أخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة أين ابن التيهان أين ذو الشهادتين يذكرهم ويبكي الإمام يبكي ألا يا أيها الموت الذي هو قاصدي أرحني فقد أفنيت كل خليلي أراك بصيرا بالذين أحبهم لإن شاف الأنصار اللي حوله يتناقص عددهم أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تعدو نحوهم بدليل فإذا هاجت أحزان الإمام يذهب إلى البقيع إلى قبر الزهراء يقول حبيب ليس يعدله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب حبيب غاب عن عيني وسمحي وعن قلبي حبيبي لا يغيب هومت عينه بالنوم وإذا به يرى الزهراء تقول له يا أمير المؤمن لا تعد لقبري بعد هذه الليلة لماذا يا بنت رسول الله أنت قلت أن أقرأ سورة ياسين والصافات على قبرك قالت يا أمير المؤمنين إن الحسن والحسين أطفال صغار وزينب استيقظوا من النوم الآن في نصف الليل فرعوا الدار خالية مني ومنك استوحشوا لذلك جاء أمير المؤمنين مسرعا إلى الدار لما فتح الباب رأى زينب واقف وراء الباب قل أبا لا أنت ولا أمنا فاطمة فرأى جالسة في محراب أمها تقول لها أمه أنا هالليلة مشتطة رأس الحسن والحسين أمه مشتطة رأس أخي الحسن وأخي الحسين ونيمتهم صنعت لهم طعام وهي عمره خمس سنوات زينب خمس سنوات شافت الإمام جلس في محراب الزهراء يبكي جاءت وراء أبيها علي قال صارت تمسح دموع عيني سيدتي زينب اليوم مسحت دموع أبيك أمير المؤمنين وبعد أيام تمسحين دموع أخيك الحسن لكن يوم العاشر من المحرم ماذا صنعت مع أخيك الحسين قالت له أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك كشف عن صدره قبلته في صدره وشمته في نحره واتجهت إلى المدينة قالت أمه فاطمة وديعة أخذت وأمانة الرد حسين قال أخي زينب ما هذه الوديعة والأمان قالت أخي أبا عبد الله أمي فاطمة أوصتني قالت لي بني زينب إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا يودعكم إلى المعركة قبليه في صدره وشميه في نحره قولي له هذه قبلة من أمك المظلومة المكسور ظلوها فاطمة الزهرة لذلك الحسين ترك حسر في قلوب المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لما وقفت الحوراء زينب على مصرع الحسين نادت أخي أبا عبد الله أأنت الحسين أأنت ابن والدي ما أجاب أهل حسين قالت أخي أبا عبد الله الله يرحم الشيخ الكعبي كان يقرأ هذا المقطع أن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد أنا أخسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني مد الحسين يده مسح الدم والتراب عن عيني رآها منحني عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني قال لها أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزتيني كربا فأكربي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي تقل لها أنا بعيني لباريلك عيالك وبروحي لستشتلك أطفالك يخوي الموت لا يرضى بدالك رحنا تركلنا فدالك هذا الحسين روحي له الفداء هذا الإمام العابد الزاهد القائد العظيم خانه أهل الكوفة بعد مبايعتهم له أرسل إليهم مسلم بن عقيل ومسلم وما أدراك ما مسلم مسلم يا حبيبي رجل مكمل مسلم عظيم في مدرسة أهل البيت متزوج السيدة رقية أخت زينب أخت الإمام الحسين يعني الحسين يصير خال أولاد مسلم مسلم كل أولاد قتلوا كل أولاد قتلوا محمد والطاهر خرجا ليلتحقا بقافلة سارت من الكوفة لأن محمد والطاهر كان مع أبيهما مسلم في قصة مفصلة ومسلم سلام الله عليه ترك ولديه اللي قبورهم الآن قبر محمد ومسلم أولاد مسلم احنا نسميهم في العراق أولاد مسلم بلم سيّة بلم سيّة يعني كربلاء أحبتي فقبرهم هناك قبر أولاد مسلم هم مقصد لقضاء الحوائج باب من أبواب الله لأن يتام اثنين قتلوا بأبشع قتل قطعوا رأسيهما وذهبوا بهما إلى ابن زياد وهم يتاموا وكانوا بالسجن عند حميدة بنته أيضا نفس الشيء سحقتها حوافر الخير وماتت عند أحمد ولده أحمد لما هجم القوم على المخيم فر أحمد هرب وخرج من كربلاء إلى العربان مع الرعاة ضيع نفسه وياه وبقى معاهم إلى سنوات إلى أن ظهر المختار ابن أبي عبيدة الثقافي فسمع أجه أجه للمختار ذول الناس اللي وياه يحترموه ولو صغير بس يحترموه كثير هو ما يعرفون من هو فدخل مجلس المختار المختار جالس على عرش على كرسي والوزراء والحكومة والناس وأحمد دخل 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 يمشي 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 إلى أن أجه وجلس عند المختار تعجب المختار كأنه نظر إليه قال بني عليك سيماء الأنبياء والصالحين من أنت قال إن الذي تطالب بدمه خالي يكون خالي أنت مو طالب بدم الحسين الحسين خالي أنا أمي أقد زينب الحسين أخوها أمي رقية بنت أمير المؤمنين أبوي مسلم بن عقيل انفجر المختار بالبكاء العالم صار يبكو هذه أول مرة أذكرها بحياتي أقراها بس مؤلم كثير فكأنما يسأله المختار أحمد صف لنا ماذا جرى في كربلاء فصار يصف له قال رأيت بنت خالي فاطمة الصغرى رقية والنار تستعر بأطراف ثيابها شفتها أمام عيني ورأيت أحد الأعداء يركض وراءها وهي فزعة خائفة وحاولت أن أحامي عنها ما استطعت فسمعت هذا العدو يقول لها علوية أنا لا أريد إذا أكي أريد أن أطفئ النار هي ما كانت تتحس بالنار المشتعل بأطراف ثيابها يقول له أيها المختار أطفئ النار وأسمعها تسأله تقول شيخ هل قرأت القرآن قال نعم قالت فهل عرفت هذه الآية فأما اليتيمة فلا تقهر أنا يتيمة الحسين رأيتها تطلب منه الماء فجاء بها إلى نهر العلقمي وأنا أشاهدها معك ثل من الأطفال أجلسها قال لها هذا الماء اشربي يقول رأيتها جلست وأن تأن على الماء وقالت شيخ كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشان أنا أشرب لذيذ الماء حاش وهل قضى وكلهم غطاش المختار يقول صف لنا ما رأيت يا أحمد أنت من نسل هذه الذرية الطاهرة من أهل هذا البيت واليوم إلك الكلمة وأحنا نسمعك أحنا خدامك يا أحمد أحنا خدامك بدأ أحمد يتكلم ويتحدث قال رأيت خالتي زينب واقف واضح يديها على رأسها تنادي ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أقي إن كنت حيا فأدركنا فإن هذه القرى قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وعمرك إلى الله رأيتها تنادي يا جدا يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين بالغراء محزوذ الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا وإلى الله المجدك وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى حمزة سيد الشهداء يا رسول الله هذا الحسين قتيل أولاد البغايا يا رسول الله بناتك سبايا ثم اتجهت هذا أحمد يقول ابن مسلم يقول سمعت خالتي زينب كأنما تخاطب الحسين تقول أبا عبد الله تركتنا ورحت غنة خلتني وحيدة أبو علي روحي لكم الفداء يا أهل البيت وأدخل مسلم ابن عقيل هذا الطاهر العبد الصالح على البغي اللئيم المجرم ابن زياد ودار بينهما ذلك الكلام حتى أمر ابن زياد بمسلم أن يصعد به على سطح القصر ويضرب عنقه فصعدوا بمسلم إلى سطح القصر عظم الله لكم الأجر خانوه أكثر من ثلاثين ألف بايعوه في لحظة واحدة أراد واحد يدله على الطريق ما حصل والكوفة كلها متأزمة كل منطقة فيها حراسة كل منطقة فيها مختار ابن زياد قال إذا رأينا مسلم في أي منطقة المختار ما ذلك المنطقة يقتل على عامة الناس بمشهد ومسمع ومنظر فكل الناس كانوا خائفين وخانوه الذي بقي معه وهاني بن عروى وقتل هاني رضوان الله عليه وقتل هاني فجاء به الدهر والطريق شوف العزيز العزيز إذا احتار وين يروح حبيبي الله لا يحيرك بحياتك شاف ما في أحد معه عطشان ما خايف من أحد اجه وقف على باب دار امرأة اسمها طوع نظرت إليه تعجبت عتمة الليل هبط الظلام قالت انت رجل غريب ما عندك واقف على دار قالها امت الله انا عطشان كل واحد يقول هذا الكلام دخلت جاءت بقدح فيهما عندها بنت صغيرة واقفة إلى جانب مسلم طلعت طوعة اعطته الماء شرب رأت ابنتها تبكي طفلة صغيرة عمرها سبع سنين ادموحة تجري سحبتها جرتها لداخل الدار قالت لها يمكن هذا اعتداء عليك تكلم معاك كلام موزين قالت اي كلام موزين امه هذا رجل عزيز قالت قالت سمعته يقول واقلة ناصره وعشيرته سمعت ينتدب عشيرته عند عشيرة فطوعة ارادت ان تعرف اكثر قالت يا عبدالله لم تشرب الماء قالت اذا لا يحل لك الوقوف على باب داري يعني حرام عليك فتشوف ذا هو متدين قال امت الله ليس لي بهذا المصري اهل ولا عشير ما عندي احب انا مسلم ابن عقيل ممكن ان تعملين عمل وانا اجازيك اني اكون سواد هذه الليلة عندك فقالت على الرحب واستعفة تحت للباب هذه المرأة سبحان الله ودخل يصلي الليلة كلها قدمت للطعام ما اكل مسلم يصلي حتى وصل الخبر لابن زياد وارسل اليه جيش خمسمائة رجل مسلح مسلم خرج اليهم مسلم كان بطل حبيبي اهل البيض ولا ابن هاشم كان يلزم الشخص منهم يرمي به على سطح البيوت لكن احاطوا به في غيلة عملولة حفيرة وخلوا الحفيرة عليها حصران واستدرجوه اليها ووقع فيها روح اله الفداء واخذوه الى ابن زياد على كل حال فابن زياد اللعين امر بقتله فلما صعدوا فيه على القصر اتجه الى المدينة وصار يبكي هذا الجلاد يقول له اتبكي قال انا ابكي على الحسين انا اريد اخر ساعة من عمري دمعت على الحسين ما تنقطع واريدك تسمح لي الان تعطيني مجال اصلي ركعتين حتى اكون جمعت العبادة كلها الاصول والفروع صليت ركعتين والصلاة هي ام الفروع وذكرت الحسين وهو امام ابو الاصول حتى اذهب الى الله بدمي وبدموعي واقف بين يدي الله وانا ناصر للحسين الناس ينتظرون ما الذي يحصل واذا بجسد مسلم وقع على الارض عظم الله لكم الاجر رحم الله من نادى ومسلم ومظلوم ومظلوم صلوات الله وسلام عليك يا ابن عقيل يا ابن عقيل بكتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة وما برحتها طلات العيون تحييك غادية الرائحة لانك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدا الطائح واذا في زروت في الطريق وصل الخبر عند الامام الحسين قام الحسين الى الخيمة قال اخي زينب اين حميدة بنت مسلم ها يتيمة الان اخذها الحسين وضعها في حجره وجلس يمسح بيده على رأسها قالت عم تصنع معي كما يصنع بالأيتام يا خالي لعل والدي قد استشهد سبحان الله قال ابني انا ابوك وبناتي اخواتك تقول اشوف انك يا ابن سيد البري اصنع الصنع اليتام اليوم به اصنع عدن شتا يا السود علي اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد واجعلنا من شيعتهم ومواليهم ومن المدافعين عنهم والناصرين لهم بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويخشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويخشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويخشف السوء باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله عشر مرات بارك الله فيكم يا الله يالله ويا 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 مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنوي إنوي عندك حاجة إنويها إنويها الآن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علما على العالمين اللهم لي لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم العنى أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين صوتك صوتك السلام علي الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بعد بارك الله فيكم السلام علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بصوتك الحزين ودموع عينك هاي الممزوجة بهذه الكلمات الطيبة رسالتنا إلى كربلا إلى الحسين إلى الحسين فيا ساكني أرض الطفوف عليكم وسلام محب ما له عنكم وصبر إن شاء الله نذهب إلى كربلا في القريب العاجل ونزور كلنا هناك إن شاء الله نكون بإذن الله عند الحسين فنتوجه إلى الحسين بهذا النداء ونسمعه ينادي وقل تناصره ألا هل من ناصر ينصرنا ألا هل من معين يعيننا ألا هل من خائف من النار فيذب عنا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك صوتك صوت لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين نحن بين يديك أبا عبد الله نحن بين يديك أسأل الله لكم التوفيق والفاتحة مع الصلوات حسين 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 أكونتها الدعائي ما عوفا ولاي حوتي كربلاء لحسين انتمائي ما جنون بهوتي موسيقى